بعد استكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء يتجه الحوثيون للبسط على القطاع الخاص وعبر استخدام وسائل عديدة تصيل إلى القضاء الذي يخضع بطبيعة الحال لسيطرتهم قبل أيام أصدرت مصلحة الضرائب التي تسيطر عليها الميليشيا قراراً بالحجز التحفظي على شركة سبافون نظراً لما أسمته بتهرب الضريبي الذي مارسته الشركة وقد نفذ موظف شركة سبافون بصنعاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا مطالبين إياها بإلغاء قرار مصلحة الضرائب الذي سيتسبب في فقدان مئات الأسر لمصدر دخلها لسيما بالنظر للأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد شركة M.T.N. هي الأخرى تعرضت لمضايقات كبيرة من الحوثيين حيث أوقفت محكمة الضرائب أرصيدة للشركة تقدر بعشرات الملايين لدى بنوك محلية الأمر الذي كبدها خسائر كبيرة وهناك أنباء عن عزم الشركة الأم لدراسة قرار الانسحاب من السوق اليمنية بعد هذه الإجراءات يستغل الحوثيون سيطرتهم على مفاصل الأجهزة القضائية واستغلالهم لافتة القضاء لنهب ومصادرة أموال البنوك التجارية والشركات الكبرى في صنعاء من الواضح أن جماعة الحوثي باتت آنى في مرحلة متقدمة من مشروعها في السيطرة على الاقتصاد في المحافظات التي تحكمها إذ أن خروج كبرى الشركات من السوق اليمنية وخصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات سيترك المجال واسعاً أمام الأثرياء الجدد من منتسب وقيادات الجماعة لفرض سيطرتهم على تركة القطاع الخاص ليصبح الاقتصاد تحت السيطرة الكاملة لجماعة الحوثي إذن نهب منظم تمارسه ميليشيا الحوثي على القطاع الخاص في ظل مناخ الرعب والترهيب الذي فرضته الجماعة في مناطق سيطرتها بالحديد والنار حيث لا يستطيع الشاكي أن يرفع صوتا بالاعتراض أو الممانع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر